كمان محمد الشناوي حارس الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي يخود الجزء الأخير في المرحلة الأولى من برنامج التأهيل بعد الجراحة اللي أجراها في الكتف طبعاً عاك بتعرضه للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي أقيمت مؤخراً في كودوفور قال الدكتور أحمد جبالله رئيس الجهاز الطبي بالنادي أن الشناوي يسير بخطوات جيدة في برنامجه التأهيلي وأنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي هيتم تحديد معادل صفره إلى الخارج لتنفيذ المرحلة الثانية في التأهيل أو بقاءه في مصر وجميع الاحتمالات مقامة أو قائمة وأكد رئيس الجهاز الطبي أنه سيتم اتخاذ الخطوة المقبلة في تأهيل الشناوي بما يخدم مصلحة اللاعب لفتن إلى الاتجاه الأقرب إلى خود الحارس الدولي الفترة الثانية من البرنامج التأهيلي خارج مصر ووجه جباله الشكر لطبيب المنتخب الدكتور أحمد محمد أبو العلا على تواصله الدائم معه بشأن الحالات الطبية للعيم الأهلي وفي مقدمتها محمد الشناوي اللي تم التنصيق لصفره إلى ألمانيا في أسرع وقت الإجراء إجراءها مش عايز أنسى مع مجهود الجهاز الطب بتاعنا أشكر أيضا دكتور محمد أبو العلا سواء في المواقف كلها في المنتخب مواقف صلاح مواقف الشناوي لأن تشخيصه كان فعلا في محله وطلع كل تشخيصاته مزبوطة بالمناسبة يعني وكمان سرعة صفر محمد الشناوي اللي فرقت جدا في موعد أو تحديد موعد العملية ده فرق جدا في تفاقم الأصابة إصابات الكتف دي مش إصابة عضلية دي إصابة بتحرك الكتف في مكانه أو خلع في الكتف أو الكلام ده كله والشناوي ماس كويش جدا في البرنامج التقيل كويش الشناوي على فكرة من الناس اللي بتركز أو في تدريباتها فبالتالي وهو في البرنامج التقيل بتاعه بيبقى على نفس القدر من التركيز وده شيء مهم عشان ترجع أسرع وترجع بنفس المستوى اللي كنت به ده بشكر الجهاز الطب للنادر قالي وبشكر كمان دكتور محمد أبوالله الطبيب المنتخب ترجمة نانسي قنقر